تيار المستقبل يقول بأن موقف وليد جنبلاط فرضته قوة السلاح وليد جنبلاط يتحدث عن أنه عاد إلى موقعه التاريخي إلى جانب سوريا والمقاومة محضرتك أعلم بهذا الخيار الجنبلاطي؟ ما حدا أعلم من جنبلاط ذاته لأنه أي خيار بدنا نهدله خياراته ولو عنده خيار كان عقل ما بالعشرات خياراته لأستاذ وليد جنبلاط جنبلاط سيدي من الأشياء وشيعت أنه تخوفه من الشيعة أنه الشيعة محوطين الجبل وبيكل خليه يختار هالشي أولا ما في تخوف عند الدروز من الشيعة ولا في بتاريخه بالعكس يمكن أقرب اتنين لبعضهم الدروز من خارج الأديان والشيعة ضمن الإسلام اتنينتهم عقليين يحكوا بالعقل يعني هؤدي ما بيخافهم بعضهم ولا حصل بالتاريخ أنه علقوا مع بعضهم وليد جنبلاط بنشكره كتير إذا هاكل هذا السبب على اهتمامهم بالدروز وحمايتهم بتحالف بس ما ينسوا لأنه إحنا فينا ننسى ما قال لي إلي بالذات هذا مسلم سني هذا مش درزي هذا مؤمر على دروز لبنان وسياسته مش درزيه هذا سياسته سنية مهم إسلامية سنية لأنه هن مسلمين سنة أكراد مسلمين سنة كما لأرسلانيين موضوع تلك هو ردتنا للتاريخ شوي إذن خياره الجديد اللي وصلوا له النجم الكبير وقاموهاب اللي كانت مهمته أن يعيد وليد بايك إلى الحزيرة السورية منبطحا بدون شو اسمه أعاده مش أنا هيك انتهت مهمة وقاموهاب بكرة بيشوفه اللبناني وليد جملاط عم بيعمل مصلحته الخاصة مش مصلحت الدروز قدما تلون وتنوع ولعب بالأدوار هو صار خايف على ذاته أنقذ ذاته مش أكتر وليد جملاط سياسته اسمه وليد جملاط لا اسمه لبنان ولا اسمه دروز لبنان هذا رجل شاطر جدا بحماية ذاته وليس له من محاسب في الطيف الدروزي لو قاله الأبيض هذا لا هذا مش أبيض أسود بقلوه أسود يا باك هذا حر طريق لدرجي وبدون محاسبي وبدون نقط واللي بيرفع صوته بيوجه بيزيله ما في لزوم نفوت كتير على المنطق وعلى المسببات أنا مصلحته اليوم يمشي مع سوريا ميشي مع سوريا متهدت لصة ما عاده مشروع أكتر من هيك ولم عمره كان عاده مشروع أكتر من هيك مشروعه حماية ذاته ومصالحه اليوم أكيد لم تقعد مصالحه مع 14 دار ما هو عم يشوف لصة يعني بعد ما يقول بعد ما كان مع الأمريكان 100% ما لا ما بيستهبيش بيلك لا هو دي شو اسمه بتعرف شو عكي صحيح عنه مين بحاسبه ما فيك تدخل بتحليل منطقي مع وليد جملاط إلا إذا اعتبرت هذا هو المعيار مصلحة وليد جملاط الشخصيني نقطع السطر وما بدي أعطيها أهمية كبيرة بعدد الأصوات كان مضطر يعمله وانتهي تخلصنا من البونتاج بمجلس النوابي ومن بده يجيه تكلفه وخلصه يعني شو له أهمية غير هيك وليد جملات اليوم شكرا